راديو أجيال يقدم أصل الكلام عارف حجاوي بعض أموري عجيبة لقد عشت في بريطانيا 12 سنة في المرة الأولى عشت 11 سنة وأنا شاب تقريبا وقبل أشهر عدت من لندن وعشت هناك سنة المهم في المرة الأولى وعلى مدى 11 سنة لم أدخل دكان حلاق نقط مطلقا كان عندي مشط بلاستيكي تركب فيه ثلاث شفرات من الطراز القديم وكنت أحلق بنفسي كان عندي أيام إذن شعر لم يعد عندي الآن الشيء العجيب الثاني أنني لم أدخل ناديا بريطانيا في بريطانيا قط بل دخلت ناديا بريطانيا في الكويت كان عمري 9 سنين كنت بصحبة عمي وكان القوم يلعبون لعبة مشهورة جدا اسمها البينغو وكان الكلام بالانجليزية التي لم أكن أفهم منها حرفا ينادون على الأرقام ومن معه الرقم فاز بشيء ونادى المنادي توفات ليديز وتقدم أحدهم برقمه وفسر لعمي قال توفات ليديز معناها سيدتان سمينتان والعبارة تشير إلى الرقم ثمانية وثمانين تخيل عزيزي المستمع الرقم ثمانية وثمانين فهو فعلا يشبه سيدتين سمينتين الخبر الذي قرأته في الديلي ميل قبل أيام أنه منعوا الذين يعملون في محلات البنغو من وصف الرقم ثمانية وثمانين بأنه سيدتين سمينتين لألا يحرجوا الحاضرات